بعينيها المتوارمتين ووجهها الملون من شدة الضرب والتعنيف حضر الدلال مغربي البالغة ابن العمر 30 عاما إلى مركز اليوسف الطبي الاستشفائي في حلبة حيث تعمل مسؤولة عن قسم العناية في تميل القلب وهناك خضعت للفحوص وتصوير شعاعي فتبين أنها مصابة بكسر في أنفها وردود في مختلف أنحاء جسدها وذلك بسبب تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ناصر علي العلي البالغ 38 عاما من بلدة تأشع وبعد توجهها إلى مخفر بلدة برقايل وتقدمها بشكوى ضد زوجها روات لنا سبب إصرارها على الوقوف في وجهه وعدم الخنوع ومو أول ما تزواجنا كمان كمان كنت أكلي نفس الضربة برشة جاعة سكتت وقلت أنه مركز يتغيى يتحسن بس هو ما هو إنسان أبدا يعني لو كان حيوان ما كان عملني بهذه الطريقة يعني لو حيوان ما بيجي بيعمل بوجي بنفس الطريقة العاملة هو هلو كانوا موجودين شايفوني أني عم قتل وقالت كنت عم دافع عن نفسي عم قلولي يتربتي ابني جراستين قدام العالم يعني كان مفروض أنا أكل قتلي وما أفتحت الماء أنا يمكن كنت موت مثل غيري ما مات خوص أنه وش عوال مرحبا أنا عم جد كنت موت بين إيدي لأنه ملوقسين ما تسكت ما تسكت أبدا يعني ما رح أسكت لحتى أن لف بالكفن لأنه مجروحة أنا إنساني مني حيواني حتى أنضرب بعتقد الإنسان إذا عنده حيواني بسان لأ بيهتم فيه بيهتم فيه ما بيضربه بيدالله بقى أنا مرأة بكل الأديان بيكرموا المرأة الطبيب الشرعي الذي عين دلال أكد أنها بحاجة إلى الراحة مدة أسبوعين فهل يعقب الزوج فترتاح دلال مدة أطول ترجمة نانسي قنقر